لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكران المؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء خليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بعثنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بعثنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من مال وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائنهم ولا تجز أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكنا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكنا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما هوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقوا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألمنكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض العدو ونكون في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يرواكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إلا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قولوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يمر بالبحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقصد وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هداء وفريقا هداء وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستغخرون ساعة ولا يستخدمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستغخرون ساعة ولا يستخدمون يا بني آدم ما يأتي أنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا اضلوا عنا وشيدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا ادخلوا فيهم من قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة اللعنة اختها حتى إذا ادارتوا فيها جميعا قالت أخرهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضفا من النار قال لكل ضعفا ولكن لا تعلمون